وبعد أن جاء جبريل إلى سيدنا محمد في الغار عاد عليه الصلاة والسلام خائفا إلى بيت خديجة وقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الخوف فقالت له خديجة ما بك فأخبرها بما جرى وقال لقد خشيت على نفسي قالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحب وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا وذهبت خديجة إلى ورقة تقص عليه ما جرى مع النبي صلى الله عليه وسلم فهتف ورقة قدوس قدوس والذي نفس ورقة بيده لئن كنت صدقتني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى وإنه لنبي هذه الأمة فقولي له فليثبت فرجعت خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما يقول ورقة وتوالت نزول السور على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينما النبي يمشي إذ سمع صوتا فرفع بصره قبل السماء فإذا بجبريل الملك الذي جاءه بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض فهوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض من هول ما رأى ولما ذهب عنه الخوف ذهب النبي إلى أهله وقال دثروني دثروني فدثروه فأنزل الله تعالى قوله يا أيها المدثر هم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته سرا فكان أول من آمن خديجة بن تخويلد رضي الله عنها فلقد صدقت بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فخفف الله بها عن نبيه كلما كذبه قومه ساندته وصدقته وأخرجته من أحزانه وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته سرا لمدة ثلاث سنوات وكان أول من آمن من الرجال هو الصديق أبو بكر رضي الله عنه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهكذا آمنت وبدأت دعوته تنتشر بين أهل مكة وأسلم بلال بن رباح مؤذن الرسول وأسلم من الفتيان علي بن أبي طالب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وأسلم مصعب بن عمير رضي الله عنه وهكذا كان رجال من قريش يشاهدون ما يحدث مع نبي الله فذهبوا لأمية مولاي أمية ماذا تريد؟ لقد رأيت بلالا وهو جالس مع محمد إن كان هذا صحيحا لأذيقنه العذاب الأليم أين كنت أيها العبد؟ مولاي كنت في الجوار لقد سمعت أنك جلست مع محمد نعم يا مولاي ها؟ لقد آمنت بالله وبنبيه ماذا تقول؟ إن لم ترجع سأذيقك العذاب الأليم لن أرجع يا سيدي فقاموا بتعذيبه ووضعه تحت أشعة الشمس المحرقة أحد أحد أكفر بمحمد نعتقك ونلبسك الحرير والذهب أه أه أحد أحد سينالك العذاب الأليم ارجع إلى آلهتك أحد أحد لن نرحمك حتى تعود يا أسود الوجه أحد 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 أه أه أحد أحد اشترى أبو بكر بلالة وأعتقه وبدأ يدعو أصحابه وأسلم على يد أبي بكر الصديق عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله فكان هؤلاء هم الثمانية الذين سبقوا بالإسلام فصلوا وتصدقوا ومجموعة أخرى من كبار الصحابة والصحابيات رضي الله عنهم أجمعين وبعد أن بدأ عدد الذين دخلوا في الإسلام يزداد بدأت مخاوف أهل مكة تزداد وقرروا أن يجتمعوا لحل هذه المسألة ماذا نفعل في محمد وأصحابه فلنعرض على أبي طالب أن يسلمنا محمد أو ينازلنا فيكسب أحد الفريقين ابعثوا إلى أبي طالب لنتشاور ولكننا لن نخذل آلهتنا أجل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون حين عرفت قريش أن أبا طالب لن يخذل النبي ابتكروا فكرة غريبة غير مسبوقة ماذا سنفعل مع أبي طالب ومحمد إن قتلناهم أشعلنا نيران الحرب وإن سكتنا ضعنا وضعت هيبتنا ماذا ترى يا أبا سفيان إن محمد جاء بدين يساوي بين السادة والعبيد ويساوي بين الأبيض والأسود ولا يأمر بوأد البنات ولا قتل النفس من إملاق جاءتني فكرة عسى أن يرضى بها أبا طالب ما هي يا ابن المغيرة؟ تعالوا معي يا أبا طالب جئناك بعمارة ابن الوليد أنهدوا فتى في قريش وأجملهم فخذه لك ابنا وأسلم إلينا محمدا أسلم إلينا من خالف دينك ودين آبائك وفرق بين الأبي وابنه أتعطونني ابنكم لأربيه لكم وتعطينا محمدا وأعطيكم ابني لتقتلوه فإنما هو رجل برجل والله لبئس المساومة لقد أنصفناك يا أبا طالب والله ما أنصفتموني فاصنعوا ما بدى لكم ترجمة نانسي قنقر